أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أن السبيل الوحيد لتوسيع رقعة السلام والعلاقات الطبيعية وصون اتفاقيات السلام القائمة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاجتماع الوزري حول الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين بوصفه السبيل إلى السلام العادل والشامل وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجامعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وأكد أبو الغيت على ضرورة العمل بشكل فعال وعملي لتنفيذ حل الدولتين من خلال إضعاف الاحتلال والامتناع عن مساعدته بفرض عقوبات على الاستيطان مشددا على ضرورة العمل على زيادة وطيرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية